ضيف فريق حلبت ناظره دربند خان في مباراة ودية انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف وأقيمت المباراة ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في الدورة الكردستاني لدرجة الأولى والممتازة من خلال إقامة معسكرات تدريبية وإقامة مباراة ودية مع الأندية الكردستانية هذه المباراة مع فريق نادي دربند خان كانت تجربية وتدريبية تأتي ضمن المباراة التي أجراها فريق نادي حلبتشة استعدادا في خوض منافسات دوري كردستان لأندية الدرجة الأولى واللاعبون كانت تحت تجربة لمعرفة أدائهم ومستواهم وفي هذه المباراة وجميع المباراة الودية السابقة كان أداء لاعبنا جيدا وكمدرب راض تماما من أدائهم وإن شاء الله في الموسم السابق كما صعدنا إلى دوري أندية درجة الأولى نتقدم في الدوري ونصعد إلى دوري كردستان الممتاز وبنسبة مباراة اليوم كان أداء فريق نادي حلبتشة جيدا وفريق الضيف نادي دربند خان نادي عريق من أندية دورية الممتاز الهدف من هذه المباراة والتي كانت آخر مباراة لنا كفريق نادي دربند خان الاستعداد لمنافسات دورية الكردستانية الممتاز الذي من المقرر أن يبدأ بداية الشهر المقبل وكان اختبارا لأداء اللاعبين الجدد وتنسيقهم مع باقي لاعب الفريق ليكون طريقة اللاعب وأداء اللاعبين ثابتا في الدورية الممتاز وحققنا هدفنا من خلال إجراء المباراة الودية وقمنا بتغيير مراكز بعض اللاعبين وتم مقارنة أداء اللاعبين في المركز الجديد والأداء كان رائعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة